اشتركوا في القناة ابو ظبي الدولي واعرب الرئيس السيسي عن ادانة مصر حكومة وشعبا لهذا العمل الارهابي من قبل ميليشيات الحوثي الذي استهدف اراضي دولة الامارات الشقيقة مؤكدا سيادته دعم وتضامن مصر مع دولة الامارات وما تتخذه من خطوات واجراءات من اجل الدفاع عن اراضيها وسلامة مواطنيها من الشعب الاماراتي الشقيق كما شدد الرئيس على ارتباط امن واستقرار دولة الامارات بالامن القومي المصري وذلك امتددا للعلاقات الاخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الادنى للاجور الى 2700 جنيه جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ونائب وزير المالية للسياسات المالية ونائب وزير المالية للخزانة العامة وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023 كما وجه الرئيس السيسي باقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه الاولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الاجر الوظفية والثانية علاوة خاصة للعملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الراتب الاساسي ووجه ايضا زيادة الحافز الاضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة اجمالية حوالي 18 مليار جنيه وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة خمس سنوات وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم كما وجه الرئيس السيسي باعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ليصل الإجمالية إلى حوالي 3 مليارات و100 مليون جنيه وتخصيص مبلغ مليار و500 مليون جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق أهداف ومبادئ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة جاء ذلك خلال ترأوس مدبولي اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1399 متعفياً من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعفين من الفيروس إلى 336 ألفاً وثمانية وعشرين وأضفت الوزارة في بيانها أنه تم تسجيل 1303 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحورته ووفات 26 حالة جديدة نفذت القوات البحرية المصرية والقوات الفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر وذلك باشتراك الفرقات المصرية الإسكندرية مع فرقات الدفاع الجوي الفرنسية شيفالير بول تأتي تلك التدريبات تأكيداً على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية يواجه منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش في التسعة مساء اليوم بطوقيت القاهرة ناظيره السوداني في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أم أفريقيا بالكاميرون ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز اليوم على حساب السودان الذي يقع في المركز الأخير في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة لحسم بطاقة العبور لدور الستة عشر اشتركوا في القناة